اهلا بكم مرة اخرى عزائي المشاهدين في حقوق الناس نذهب الى السعودية حيث قضت محكمة سعودية بالحكم بمدد تتراوح بين 30 عاما على 16 متهما من اصلاحي جدة الاحكام تراوحت بين 30 عاما وخمسة اعوام مع منع من السفر حيث حكم على الدكتور سعود الهاشمي ب30 عاما بعد ادانته ب7 تهم مع منع من السفر ل30 عاما اخرى وحكم على الدكتور عبد الرحمن صديق بعشرين عام وعلى المحام سليمان الرشودي 15 عاما والمحام موسى القرني 10 سنوات وكذلك 10 سنوات للمحام عصام بصراوي وقد اعترض المتهمون على هذه الاحكام التي اعتبروها جائرة بحقهم فيما اعترض المدعي العام واعتبر الاحكام غير مقنعة وطالب باكثر من ذلك لمناقشة تلك الاحكام ارحب عبر الاقمار الصناعية معي هنا من لندن بالناشط في مجال حقوق الانسان سيد عبد المنعم الملة سيد الملة بين من يعتبر هذه الاحكام جائرة وبين من يريد احكاما اكثر ربما اكثر قسوة من الاحكام التي صدرت بحقهم اين تقفون انتم كنشطاء في مجال حقوق الانسان السلام عليكم بالحقيقة في البدء نقول ان هذه الاحكام هي احكام جائرة ولا اساس قانوني لها لا تستند على اي اسس قانونية نعترف بها او هم يعترفون بها لانها مبنية وهذه الاحكام صدرت بناء على اسس سياسية لا علاقة لها بالقانون والقضاء السعودي قد فعل فعلته ودوره الخبيث بان اصدر هذه القوانين جائرة بحق الدكتور سعود ورفاطه هذه من ناحية من ناحية الاخرى اربع سنوات قضاها الدكتور سعود المختار في السجن خلال مدة الاربع سنوات الاولى من اعتقاله لم يعرض لأي محاكمة لم يعرض لأي تحقيق لأي مسالة من قبل اي شخص او من قبل اي هيئة تحقيقية وكان امله بعد ان رفض ان تتدخل اي جهة خارجية من خارج المملكة في هذا الامر لان ثقته بالقضاء السعودي كانت كبيرة بان يعدل عن قراره لكنه وبعد اربع سنوات فوجئ بمحكمة صورية هزيلة نتج عنها هذه القرارات الظالمة نحن نقول ان هذه المحاكمة في حيفياتها هناك اتهام للدكتور سعود الهاشمي ورفاقه بتشكيل تنظيم سري يسعى الى قلب نظام الحكم في السعودية ومن المفترض بان مثل هذه الاتهامات لا تصدر الا بعد ان يكون هناك ادلة بشأنها او ادلة تثبتها انا لا اسمع شيء اكرر سؤال سيد الملة ان هذه الاتهامات التي وجهت لدكتور سعود الهاشمي ورفاقه بتشكيل تنظيم سري يقوم هذا التنظيم بهدفه قلب نظام الحكم هذه الاتهامات الكبيرة هل لم يكن للسلطات السعودية ادلة تثبت بها هذه التهم لمحاكمة الدكتور سعود الهاشمي ورفاقه سيد الكريم كما قلت لك اربع سنين من الصبر على القضاء السعودي اربع سنوات لم يعرض ولا لمرة واحدة الدكتور سعود على اي هيئة قضائية ثم بعد اربع سنوات وعند دخوله في السنة الخامسة تم عرضه على لجنة تحقيقية هذه اللجنة التحقيقية افضت الى ما افضت اليه او قررت بها المحكمة السعودية نحن نقول شيئا واحدا فقط ان هذه القرارات جائرة وظالمة ولا اساس قضائي لها ولا نعترف بها لانهم اصلا هم انتهكوا القانون السعودي منذ البداية هل اطلعتم على الادلة التي اعتمدتها الجهات القضائية السعودية في توجيه تهمها للدكتور الهاشمي ورفاقه الكاز التي نستند عليها في هذه القضية لا يوجد هناك دليل مادي واحد على هذا الشيء دعني اقول لك شيئا هم يتهموه بالاتصال بشخص مات منذ 2004 او اتهموه على علاقة بتفجيرات حدثت منذ 13 عاما كذلك مجرد تهم لا دليل مادي على الاطلاق فيها هذا من ناحية من ناحية اخرى القضاء السعودي نفسه يعي تماما بانهم انتهكوا القانون منذ اللحظة الاولى التي اعتقلوا بها الدكتور سعود الهاشمي القانون اجراءة السعودية لقم 114 نص على ان المتهم الذي يلقى القبض عليه يجب عرضه على المحكمة او خلال منذ اقصى ستة اشهر وخلافه يطلق سراحه دون قيد عن الشرط تم منع الدكتور سعود من تمثيل اي محامي له تم اهانة المحامي الدكتور باسم عالم ويجباره على التنحي الدفاع عن الدكتور سعود تم منع الدكتور اسامة مناور من دخول اراضي المملكة للترافع عن الدكتور سعود وعدة امور اخرى انتهكها القضاء السعودي بحق الدكتور سعود ورفاقه هذه كلها مسجلة لدينا وقد تم تسليم نسخة منها الى لجنة الاعتقالات التعسفية في الامم المتحدة تماما هذا سؤالي الاخير يعني ما الذي تنون فعله بعد هذا الاجراء الذي قمتم به بتسليم نسخة للتقرير لجهة من الامم المتحدة ما ننوي القيام به هو الآتي هو نحن اساسا اصدرنا بيانا مركز الكرامة في جنيف اصدر بيانا بهذا الخصوص وقد تم رفع طلب الى لجنة الاعتقالات السعودي السعودي في الامم المتحدة من اجل عقد جلسة استثنائية بهذا الخصوص وهناك قبل ان انهي ما ننوي القيام به الادلة التي او التهمة التي ادين بها الدكتور سعود ونحن متأكدين تماما ان لا دليل مادي واحد عليها هذه التهم كلها تمت الاجابة عليها بهذه النسخ وبهذه الوثائق التي نضعها نحن في ارشيفنا وبخصوص هذا الملف سوف يتم عرضها على اللجنة هم يقولون ان لديه اتصالات مجبوهة مع جهات مجبوهة هذه هي الجهات المجبوهة التي يتصل بها الدكتور سعود يقولون انه جمع مالا بدون اذن الولي الامر هذا كتاب شكر من وزارة الاعلام تنقل شكر الامير نايف له كذلك هدية الشعب السعودي الى العراق يتهمونه بالتعامل مع جهات مجبوهة هذه هي الجهات المجبوهة التي يتعاملون معها كل هذه الامور وكل هذه الوثائق وكل هذه الادلة التي لدينا سوف تعرض على لجنة الاعتقالات التعسفية وسوف ندول القضية وسوف نرفعها الى اعلى المستويات ولن نقف مكتوفي الايدي سوف نبقى نطالب ولن نقبل باقل من براءة الدكتور سعود الذي العالم كله يعرف انه بريء من كل التهم المنسوبة اليه هناك امرا اخيرا اين هو المغربي لماذا عندما اتهموا الدكتور سعود ورفاقه وحكموا عليه بثلاثون عاما وحكموا على الرشودي والجندل والرفاعي وغيرهم اين هو المغربي الذي كان احد المتهمين الموجودين في القضية الملابسات كثيرة والقضاء السعودي يعرف تماما انه ارتكب جرما باصداره لهذه القرارات الجائرة بحق الدكتور سعود شكرا ولن نسكت ولن نقبل باقل من براءة جميع المتهمين في هذه القضية هم يعرفون تماما ان كل ما عرضوه وكل ما اتهموهم به عبارة عن مجرد كلمات لا اساس لها من الصحة ولا اساس لها من الثباتات والادلة الادلة عليهم شكرا وذكرك بموقف اخي وحبيب الدكتور سعود الهاشم عندما وقف امام الحاكم ليقول له ان نحن احرار ولو كنا في سجوننا فالحاكم طلب منه الحاكم ان يصمت فصمت وقال له ان كنت تعلم ان كنت مؤمنا بكل ما حكمت به علي فاني الى الله اشكوك وسوف اقابلك حين يكون الموعد ويكون الحساب فما الذي ستقوله لربك قال له كان من المفروض ان اعدمك لا ان احكمك ثلاثون عاما اذا هناك نية مبيتة هناك منافع شخصية او مصلحة شخصية او عداء انتقامي او قرار انتقامي قد اعد له وقد صيغ بهذه الطريقة نعم شكرا لك يمرر عبر القضاء السعودي واليحكم الدكتور سعود ورفاقه ثلاثون عاما ويتركهم بعد ان تركوهم بدون اي تمثيل قانوني واخترقوا القانون السعودي نفسه وهذه انتقاصة بحق القانون السعودي قبل ان تكون انتقاصة وظلما بحق الدكتور سعود ورفاقه الناشط في مجال حقوق الانسان عبد المنعم الملة كنت معنا عبر الاقبار الصناعية من لندن شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة